اشتركوا في القناة وان شاء الله بيزنانك سادقالي ثلاثة ان شاء الله بقول للاعيبتنا انهم رجالة وقد المسئولية وفي مطش بكرا ان شاء الله يكونوا يعني على قد المسئولية وجماهير النادي اللي بتحبهم وشعب مصر يمكن اغلب شعب مصر كله زملكاوي وعايزين نقول لهم ان شاء الله بكرا يعملوا احسن مباراة زي ما عاودونا دايما وماشيين في خطنا الحلو اللي هو بتاع ان احنا ناخد الدوري السنادي ان شاء الله تكملة للمشوار اللي احنا بدأنا عايزين اللعيبة تركز في المطش وعايزينها تبذل اقصى حاجة عندها مش النتيجة كده كده جاية لو انت بازلت عملت اللي عليك ان شاء الله نكسب اتنين ستر بقول لعيبة بكرا للمطش الاهلي عايزينهم يشدوا حلوهم واحنا خدنا لدوري السنادي وعايزين ناخد السنادي ان شاء الله كمين ربنا يوفقكو وكل واحد يركز في المكان اللي هو فيه وننفذ الخطة زي ما الكابتن بيقولها ونتعاون هي الاهم حاجة هي نتعاون في المطش رسالتي اتمنى الفوز بكرا لزمانك ان شاء الله بإذن الله تقولي اللعيبة ان شاء الله يشد حلوكم كده وان شاء الله هنغلب بإذن الله ان شاء الله بإذن اللعيبة كلهم قويسين محترابين كلهم ويلعبوا حلوة عندنا كل الفده هيلعب ان شاء الله بإذن الله ورجعنا لكم مرة أخرى ورحب طبعا بالستاذ الكبير والناقد رياضي المميز استاذ عمر الدردير استاذ عمر ازاي حضرتك من شاء الخير يا كابتن خالد وسعيد اني معاك النهاردة وسعيد في قناتنا قناة الزمانك النهاردة يعني تقريبا أقل من 24 ساعة على بدء لقاء مهم وقوي ممكن يحسم قمة الدوري خصوصا بعد فوز بيراميز النهاردة وحصوله على نقطة التسعة علامة كاملة العلامة كاملة نتمنى ان شاء الله يكون العلامة كاملة بكرة شايف المباراة بكرة ازاي وظل كمان الاعلان عن طاقم التحكيم الحقيقة القمة 123 قمة مهمة جدا جدا للفريقين بالرغم انها جاية في الأسبوع التالت بالرغم انها المفروض انها نتيجتها او عمليا على ارض الواقع النتيجة مش مهمة للفريقين لاني لسه الأسبوع التالت سواء الزمانك او الاهلي يقدر يعوض اي حد يخسر فيهم الواقع بيقول ان اقدر عوض واقدر يعني النتيجة مش هتبقى مهمة اوي لكن الواقع الحالي او الظروف الحالية اللي فيها سواء الاهلي او الزمانك بتفرض الاتنين عايزين يكتابوا المباراة الظروف فعلا بتفرض كده خصوصا اجواء الانتخابات في النادي الاهلي اجواء الانتخابات في النادي الزمانك اه الاجواء بتفرض ان الفريقين لازم يكسبوا اه نادي الزمانك عنده فرص كبيرة جدا فرقته مستقرة اكتر اه العامل البدني عند الزمانك افضل بكتير من العامل البدني عند النادي الاهلي في استقرار فني في نادي الزمانك اه صحيح نادي الزمانك عنده فرقته مسبتها بعض الشيء تقدر يعني أي حد من جماهير نادي زماك يقدر يتوقع تشكيل نادي الزماك اللي هيخده بالمباراة تقريبا التشكيل معروف تقريبا هو اللعب في لاعب أو اتنين بالكتير لكن الفرقة محفوظة ومعروف مين اللي بيلعب ومين فده خالق نوع من الانسجام عند نادي الزمالك ده مفتقده النادي الأهلي بعض الشيء لانه فيه روتيشن أكتر في الفرقة بتاعته فمعندوش كمية الانسجام أو يعني الجزء بتاع الانسجام ده اللي موجود في الزمالك مش موجود زيه في النادي الأهلي في المقابل فبالتالي دي كلها مميزات عند نادي الزمالك كمان نادي الزمالك عنده قماشة كويسة جدا لعيبة على مستوى عالي عندهم خبرات كبيرة إمكانياتهم الفنية تأهلهم أن يقدروا يحسنوا المباراة في أي وقت من المباراة فكل دي عوامل في صالح نادي الزمالك على النادي الأهلي لكن ده لا يقلل من فرقة النادي الأهلي لا برضو عنده مجموعة من الخبرات عنده بدائل على مستوى عالي عنده دكة عالية جدا فبالتالي هيفوزه المباراة في النهاية الفريق اللي هيركز في التسعين دقيقة بشكل أكتر الفريق اللي هيلعب بشكل جماعي أكتر الفريق اللي هيدافع كويس جدا وفي نفس الوقت هيدافع كويس جدا وفي نفس الوقت هيدافع يعمل التوازن ما بين الدفاع والهجوم فبالتالي الفريق اللي هيبقى يقز وهيركز لان اللي دايما بيحسب مباراة الأهلي والزمالك الهفوات الدفاعية اللي بتحصل بتحصل بعض الهفوات في المباراة دي معروف جدا بيتحصل بعض الأخطاء الفردية والهفوات ما بين سواء في الدفاع الأهلي أو في الدفاع الزمالك فبالتالي الهجوم اللي هيقدر يستغل ده ويستغل الهفوات دي صح هيقدر يكسب المباراة ويركب المباراة بلغة الكورة وأعتقد أن الزمالك عنده الخبرات دي وعنده يعني مجموعة من المهاجمين قادرة على أن هتستغل الهفوات دي وتستغل أنصاف الهجمات وتحولها إن شاء الله لأهداف وأتوقع بإذن الله أن هتكون مباراة خوية ومباراة مفتوحة وهجومية ما توقعش إنها تبقى مباراة دفاعية خصوصاً إنه زي ما قلت لحضرتك هي في بداية الدوري والفريقين عندهم حافز يكسبوا أعتقد إن لو فرقة النادي الأهلي يا كابتن خالد خسرة المباراة هيكون يعني عامل صعب جداً ضد موسماني والمجموعة اللعبة الموجودين بالتأكيد يعني لو فرقة النادي الأهلي خسرة المباراة هتبقى فيه يعني مطالبة شديدة جداً من الجماهير بإقالة موسماني وابعاده عن الفريق هل برضو أخصى دا مش ممكن يكون برضو في بعد زمالك؟ وده نفس الأمر هيكون طبعاً في الزمالك هو الأمور متشابهة بس الظروف في الأهلي هتبقى أصعب لو خسر موسماني موسماني خسر كذا بطولة أو ربعض فبالتالي لو خسر المباراة دي كمان هتبقى فيه مطالبات كبيرة وضغط جديد على إدارة النادي الأهلي خصوصاً في مرحلة الانتخابات دي بإبعاد موسماني فدي كلها ظروف لو إزامك استغلها إن شاء الله يكسب المباراة وإزامك عنده الفرص وعنده المعطيات اللي تدي له المكسب إن شاء الله أتوقع مباراة مفتوحة زي ما قلت لحضرتك ما بين الفريقين الفريقين عايزين يكسبوا هيبقى فيه هجوم من النحيتين أعتقد اللي هيدافع كويس جداً وهي يعني يكسف دفاعاته وهيلعب بتركيز في الدفاع فما تحصلش هفوات أعتقد هو اللي يقدر يكسب المباراة طيب السنة اللي فاتت أنا فاكر كان عندك بعض المدخلات معايا وكان فيه إصرار من نادي زمالك على جلب الحكام الأجانب وساعتها السيد أحمد بجهد هو اللي أصر على وجود الحكام المصري صحيح رحل رحل طبعاً المجلس الأعتقد السابق الأبلي صح؟ مصبوط وبعد كده كلام على بدأ مطالبات النادي الأهلي بحكام أجانب أنه مش هيلعب في الكاس ولا في الدوري غير بحكام أجانب وبدأ حتى مباراة السوبر بطاقم تحكيم عربي أجانب يعني أعتبر بس عرب وكان كمان من الناس المحبوبة عند الأهلوية اللي هو مصطفى غربالي يعني الحكم المفضل للنادي الأهلي بالزبط كده هل عدم مطالبة الزمالك راجع لإمكانيات المالية يعني مطالب 35 ألف دولار لإن أنا أجيب طاقم تحكيم كامل بالحكم الرابع بالتقنية الفارب كده هل أحد أسباب ده عدم مطالبة الزمالك وكيف ترى تعيين كابتن محمد عادل وطاقم التحكيم اللي أدار اللقاء الأول ما بين الأهلي والإسماعيلي في الإسبوع الأول وإحنا لسه ما زلنا في الإسبوع الثالث طبعا التحكيم عنصر مهم جدا كلنا عارفين إن التحكيم في مباراة القمة يعني عنصر هام جدا ومؤثر على نتيجة المباراة وكلنا عارفين إن مباراة القمة بقالها فترات طويلة جدا بتتلعب بحكام أجانب ويمكن ده بيخفف الضغوط على جماهير الفريقين وبيخفف الضغوط بشكل عام على الفريقين لكن اللي حصل في الفترة الأخيرة ويمكن منذ قدوم المهندس أحمد مجاهد كان مصر على الحكام المصريين إن يديروا مباراة القمة وإلى حد جبير نجحوا الحكام المصريين في إدارة مبارتاي القمة الأخيرتين نجحوا إلى حد جبير فبالتالي أصبح أنك تطالب بحكام أجانب دلوقتي المناخ العام خلاص مهيأ لحكم مصري أي أن كان هو مين فأصبح عشان كان لدي الزمك ما طالبش مش مساءة طبعا الزمك عنده أزمة مالية لكن مش الأزمة المالية فقط هي اللي خلت إن ما يطالبش بحكام أجانب لا الأجواء العامة ومنذ قدوم حتى رابطة الأندية برئاسة الكابتن أحمد دياب الأجواء كلها ماشية في أنه لازم حكام مصريين يديروا المباراة ونجحة المسألة فما فيش اعتراض على الحكم المصري لكن محمد عادل بالذات عايزة أقول فيه علامات استفهام عليه رغم أنه هو من الحكام الجيدين المستوهم عالي في الدوري وهو راجل محايد إلى حد جديد فباليه علامات استفهام علامات الاستفهام لأنه لسه محكم مباراة للنادي الأهلي اللي هي طبع الأول فهو لسه كان موجود مع كمان على الفكرة حتى أحمد الغندور وأحمد الغندور نفس الحكام فالطاقم كله تقريبا كان لسه بحكم بيدير مباراة للأهلي لسه يعني من أسبوع مثلا فالتقارب ده يعني أنا مش فاهم يعني إيه الإصرار على أنك تجيب حكم لسه كان بيدير مباراة للنادي الأهلي يعني أنا مش عالش لو يعني في ثلاث أسابيع حكم مطشين للأهلي وخصوصا أن المباراة اللي هي حكمها للنادي الأهلي كان فيها نوع يعني أو الجمهور شايف أنه جامل فيها بعض الشيء يعني فيها بعض القرارات فيها نوع من الشك فبالتالي جمهور الزمان متخوف متخوف جدا من وجود محمد عادل وأتمنى أن المخاوف دي يعني ما تكونش في محلها وأتمنى أن يخرج بالمباراة لبر الأمان إحنا طبعا مش عايزينها تخرج لبر الأمان لأن ببر الأمان دا يعني عايز يعني ممكن يتغاضع العدلة بعض الشيء عشان يطلع المباراة بشكل جيد. لا احنا عايزينه يحقق العدلة العدلة مهمة جدا العدلة مطلوبة. نات الزامنك زي ما بنقول دايما وبنقولها مرارا وتكرارنا كابتن خالد. نات الزامنك مش محتاج غير العدالة. مش محتاجين حد يساعده. يعني نات الزامنك مش عايز حد يساعده. عنده لعبة على مستوى عالي. عنده مدرب على مستوى عالي. عنده خبرات كبيرة في المباراة الكبيرة وبيظهر معدنه في المباراة الكبيرة عندنا كل المعطيات وعندنا استقرار فني بعض الشيء عندنا استقرار إداري نوعا ما كل العوامل دي موجودة في نادي الزمالك تساعد على أن يكسب المباراة محتاجين فقط العدالة العدالة في كل شيء العدالة دي كابت خد مش في التحكيم فقط ده كمان توصل للإخراج لأن الإخراج دايما في مشاكل مع نادي الزمالك والإخراج عامل مهم جدا ومخرج المباراة مهم جدا يا كابت خد مش في أسماء المباراة وإعادة اللقطات اللي فيها شك أو عدم إعادتها بس يعني مش ده بس لا كمان هو اللي بيوصل للفار بعض الألعاب هو اللي بيوريك اللعبة من أكتر من زاوية لا بس هو الفار عنده زوايا كلها يجيبها لهو عايز أيوة بس مين اللي بينقل دهما المخرج برضو بالضبط يعني الزوايا دي كلها مين اللي بيبعتها للفار المخرج يعني الاخراج وكان في لغط من الآخر كده على محمد نصر يعني بس هو على فكرة شاطر يعني كان مخرج شاطر آه طبعا جدا يعني لكن أنا ولا اعتراض على شخصه ولا اعتراض على الجداء أنا متأكد الشركة المتحدة التي تدير وأيضا رابطة الأندية لا لا الوضع مختلف وإن مش سهل إن انت ما تجيبش اللقطات مش سهل إن انت ما تكونش محايد لا في ناس بتحاسب أي واحد بيخرج عن الإطار العام يعني خصوصا لما بتتعلق بجمهرية كبيرة زي الزمالك والأهلي لا هو المعلومات اللي عندي إنه اللي هيدير المباراة إخراجيا خمس خمس مخرجين مش مخرج واحد وهتتوزع المهام بينهم وهيكون فيه ليهم رئيس كمان وفيه مراقب عليه ده إمعانا في تحقيق العدالة على الجميع واعتقد بأكتر من بيقوله 14 كاميرا حاجة كده تقريبا 19 كاميرا فبالتالي في عدد من الكاميرات يسمح لإن الناس دي تشتغل وتشتغل بشكل كويس وتعيده بحياد تام يعني لأن مباراة هيشاهدها الملايين الناس ومش مصرين فقط هي ربطة الأندية يعني بتنشد العدالة للجميع ودي حاجة كويسة وحاجة إحنا كلنا معاها وبنؤيدها تماما وإحنا يعني لازم نشيد بالربطة لأن الدور السنة دي يا كابتن خالد دوري مختلف لازم كلنا يعني نحط إيدنا على الصح الدور السنة دي دوري مختلف بدايته بداية جيدة جدا أزبر على رزقك بس ما فيه توقفات بالشهرين ثلاثة وفيه ماتشط وربعة لا أنا متكلم على قماشة الدور هو الغد الوقت حلوة لا أنا متكلم على قماشة الدور بمعنى آآ الفرع يعني إحنا الفرع أولا المستوى الفني مرتفع حتى الأسبوع الثالث فيه ارتفاع في المستوى الأسبوع الأول والتالي بس فيه خضمات لفرع زي الإسماعيلي مثلا آآ لا بس ارتفاع مستوى فيه 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 مستوى عالي فيه امتاع يعني فيه امتاع يعني بمرة التين النقل مختلف طبعا داك قماشة الدوري عرضها بشكل مختلف وده اللي استحقوا الدوري المصري يعني اللي عملته ربطت الأندية آآ خلال الثلاث أسابيع دولا لا عملت منتج جديد منتج محترم يليق بالدوري المصري اللي هو المفروض أرقى وأفضل دوري في المنطقة أنا عايز بس أكد على حاجة مكرماتش الزمالك صح؟ تمام والمسموح للجماهير كام؟ ألف متفرج للزمالك وألف للأهل طيب أتمنى ما هو دي من ضمن العدالة برضو أتمنى أن المشاهد العام كده وبتفرج على المطش ما يلاقيش مثلا تلاتة هنا وألف هنا فهم قصدي؟ أو ألف هنا وألفين هنا أو حتى تلاتة هنا وتلاتة هنا يعني لازم يكون إيه؟ العدالة في كل شيء بما فيهم طبعا أن فيه هنا تلاتة تلاف وهنا فيه ألف فيه هنا خمسمية وفيه هنا ألفين يعني حاجات كده لا أنا يا كابتك خالد أصق تماما في نظام تسكرتي وشركة تسكرتي أني هتعمل تبع عدالة أنا واصق لا أنا عارف بس أنا أكمل بس الجزئية بس فيه حاجات بناس بتخش كده أنا عارف الجزئية دي أصق أن تسكرتي هتعملها بعدالة تامة لأن هي نجحة نجاح باهر في بطولة الأمم الأفريقية وفي طولة الأمم الأفريقية للشباب نجحة نجاح باهر بحد كلنا لازم نعترف بدا فأعتقد أني كمان وما فيش حدا يخش على فكرة بأنا بقول لحضر فأعتقد أني لازم يكون فيه ألف ألف دولة قد دولة لازم يكون واخدين اللقاح طبعا طبعا الشروط كلها دي شروط يعني مفاش كلام فبالتالي أنا بكرة إن شاء الله هنشوف دولة قد دولة مش هينفع حد زياد عن حد مش هينفع لأن ده ده يعني نظام إلكتروني فبفوش ما فيش حاجة اسمها حد يدقى الحد أو الكلام ده مش هيحصل فإن شاء الله هنشوف عدالة في ده وبكرة هنتأكد بنفسنا وكلنا هنشوف أصلي دي حاجة مش هتستخبه كم تقالد صحيح على على الأشهادة على رؤوس الأشهادة طيب كلام الأيام اللي فاتت كتر برضو على كارتيرون هيسيب الزمالك وجاله السد القطري تعرف دايما قبل المطشاط المصرية والمهمة كده بيكتر الكلام يعني وأنا النهاردة سمعت إن فيه وفد من فريق برشلونة وصل للدوحة يعني قطر عشان يتفاوضوا على مع تشافي يعني وقيل إن السد القطري رفض رحيل تشافي يعني للبرشلونة لكن في النهاية رأيك في الأخبار اللي بتطلع زي دي يعني إن ده آخر مطش الكارتيرون وإن بعد المطش هيمشي وكده يعني أنا أعتقد إن كارتيرون مرتاح في نادي الزمالك مع كارتيرون الأمور ماشية بشكل جيد كان وصل قبل إنهائي كاس مصر يعني الأمور ماشية بشكل جيد جداً فما أعتقدش إن في حاجة ممكن تعكر الصفو إلا إذا حصلت حاجة يعني غير متوقعة مثلاً فدي ممكن تغير المجرار لكن الطبيعي جداً لا كارتيرون مكمل والأمور ماشية في النصابها الصحيح ما أعتقدش إن كارتيرون هيضحي ويمشي ويسيب ناد الزمالك زي ما سابه قبل كده ما أعتقدش لا الأمور كلها هو جد التلات سنين بيقوله هو جد التلات سنين فأنا شايف إنه صعب جداً يمشي كمان صعب حتى يعني يفسخ عقده مثلاً يعني ويقول ما هو برضه في المرة أولى قال لك أنا هدفع الشرط الجزائي أعتقد إنه صعب يعمل كده الأمور ماشية كويس وهو بانى فريق كويس وماشي بيه بشكل كويس وعنده أهداف لازم يحقق اللي هي بطولة إفريقيا فكل الكلام ده الهدف منه أنا من وجهة نظري الهدف منه فقط إنه زي ما يخسر مباراته مع الأهل إنه ده قبل كل مباراة مهمة للزمانك بتطلع بعض المفاجآت دي اللي بيطلعوها كل شوية يقولك إيه ده كارترون ماشي ده اللعب اللي مش عاقبين راح فين ده مش عاقبين هيفسخ عقده هي دي يعني بعض الأخبار المعلبة اللي بتظهر كل فترة الهدف منها إنه عندك مباراة مهمة فلازم تخسرها علشان يعني تساعد النادي الأهلي فأنا شايف إنه ده كلام مش هيحصل الأمور بتسير بشكل جيد زي ماك خلاص تحط على الطريق ماشي كويس ماعتقدش إنه تحصل أي حاجة ممكن تهز الاستقرار ده طيب أنا بقى هسألك في آخر سؤال قبل ما نروح للحاجات كمشجع بقى وكصحفي بعيدا عن الفنيات يعني هسألك سؤال أخير بس عن شيكبالا شيكبالا برضو كتر الموضوع وسادة الوزير قال وسادة النائب حزم المام قال وما فيش حاجة من ديت والاتحاد الكرة رافض وشكبالا يخش المعسكر وبعته للاتحاد الكرة من الآخر إيه القصة دي يعني لهو أمر عجيب فعلا يعني أنا يعني أمر غير مفهوم شيكبالا خرج رئيس اتحاد الكرة نفسه وقال لك إن شيكبالا ما عملش معي أي حاجة وما كانش فيه أي نوع من التجاوز وكل اللي قال هولي ده أنت أهلاوي والرجل يتكلم يعني يتكلم بشكل واضح وصريح فبالتالي أنا مش شايف يعني لزمة العقوبة اللي خدها شيكبالا خد العقوبة أربع شهور وبعد كانت اتحولت لثمان مباريات العقوبة اللي خدها يعني في النهاية خد عقوبة بدون أي تحيق وبدون أي حاجة لما لجأ لاتحاد الكرة في الأول ما عملش حاجة لما لجأ للجنة الانضباط لما لجأ للجنة تظلمات اسمعيه للانضباط تظلمات المستشار عدل الشربجي المستشار عدل الشربجي نزلها لثمان مباريات بدل ثمان شهور في النهاية خد عقوبة وبدون تحيق وبدون أي حاجة ورئيس اتحاد الكرة نفسه قال لك أنا هو ما عملش حاجة فحاجة غريبة جدا لما هو لجأ لجنة لجنة التسوية التحكيم في اللجنة الأولمبية وده الوضع الطبيعي اللي هو في قانون الرياضة قانون الرياضة المصري وضع ده في قانون الرياضة يعني ده بند في قانون الرياضة انك تلجأ لجنة التسوية التحكيم في أي نزاع رياضي فده نزاع فهو لجأ لجنة التسوية التحكيم خد حكم لانه الراجل ما حصلش معه تحيي خد حكم مش عايزين ينفزه الحكم طب ليه ما يتنفزش لما الكابتن حازم امام الاسطورة عرض الموضوع في لجنة الشباب والرياضة الوزير نفسه خرج وقال لك ان حقه لازم ينفز الحكم لان احكام لجنة التسويات التحكيم واجبت النفاذ حتى رئيس اللجنة اللي بيقال لك ينفز بالقوة عفك الحكم لان ينفز طب ليه هقولك ليه هو الحكم ايه بيقول ايه لانه لم يتم التحقيق معه وبالتالي مفيش عقوبة صح بس هو خلاص العقوبة شغالة ايه بكرة ثالث ماتش يعني انت يعني انت محضرتك مانا بقولك هي كده كده في عقوبة يعني كده كده هو خد عقوبة يعني مش مثلا ايه مش خاس التامن ماتشات وبقى كده فجأة شينا التمانية لا هو كده بكرة ده ثالث ماتش ايقاف لشيكبالة وبعد كده عندنا بعد التوقف عندنا ثلاث ماتشات في خمس ايام بالزبط اه اه ساعتاشر اتنين وعشرين خمس وعشرين اه خمس ست ايام بالزبط هيبقوا ست ماتشات يعني هيبقوا ست ماتشات ايقاف لو ما تشالش العقوبة وبالتالي العقوبة شغالة على فكرة يعني الناس تعتقد يقولك إلغاء العقوبة مفيش حاجة اسمها إلغاء لو إلغاء يعني اتحاد الكورة لازم يصدر قرار بإلغاء العقوبة بناء على الحكم اه او تخفيف العقوبة او تخفيف العقوبة لان خلاص انا كده تلت ماتشات عدوا انا انا مستغرب جدا لاني كان كلام قاطع من وزير الرياضة وكلام قاطع من رئيس اللجنة الاولمبية ودول المسؤولين عن الرياضة في مصر وهم قالوا كلام قاطع ان المفروض العقوبة لازم تنفذ ان حكم لجنة التسعيد التحقييم لا بقو واجب النفاذ انا مستغرب جدا اني ما تنفذش يعني تعرفش اتحاد الكورة في وادي واحده هروح هروح لك بقى فنيا شوية كده انا عارفك انت مسميه محمد الشناوي في حتة تانية صح؟ بشوفك مع سيف زهر اوه في حتة تانية عزة تصيف زهر تقولك مع حمد الشناوي في حتة تانية رأيك بكرة محمد الشناوي في حتة تانية يلعب ولا علي لطفي وجهة نظرك لا انا وجهة نظري ان انت بتبخس حق علي لطفي لو لعبت محمد الشناوي ملاش انت لما جواك عايز تبخس حق يعني انت اللي اهل يتغلب ملاشاي م pattern اتا وجهة نظرك مين ليلعب بكرة مين مصلحة الزمالك يلعب بكرة مصلحة الزمالك والله مش هتفرق كتير علي لطفي من الشناوي مش هتفرق كتير بالنسبة للزمالك شناوي مستوى افضل هو اللي مش هو اللي خد تلاتة واحد من المطشين معادي جدا صح والمطش التاني حتى المطش الوحيد اللي اهلي كسب واخر مطش كان على الوطف في الحال كان على الوطف اه لا لا يعني انا شايف انه مش هتفرق بالنسبة للزماك مش هتفرق بالعكس ده العاك محمد شناوي اللي ولعب احسن اه افضل مش جاهز عدم عدالة لا هيبقى كده في عدم عدالة عدم عدالة ومش جاهز اه ما لو عملت عدم عدالة فربنا يكرم اه طيب بكرة بيرسي تاوي ولا محمد الشريف تعتقد ده اعتقد بيرسي تاوي على حساب محمد شريف اه ليه بقى اه مسمعني مقتنع جدا ببرسي تاوي وحتى ان محمد شريف جاب جون بس هو برضو مقتنع ان يبدأ ببرسي تاوي فاعتقد ان بيرسي تاوي اللي عابل مصلحت زمالك بيرسي تاوي ولا محمد شريف مصلحت زمالك لاتنيني لو عودوا ببرة طيب على العموم يعني شايف بكرة زمالك تقولتلي انه هيلعب بنفس التشكيل تعريب عمر السعيد بكرة تفتكر ولا سيف هو ده تقريبا المكان الاكتر اثارة يعني يعني انا لو لو سألتيني عن انا عايز سيف يبدأ اه انا شخصان عايز سيف يبدأ شايف ان في المباراة دي هيكون فعال اكتر اه تحركاته يعني وكده اه يعني انا شايف ان المباراة دي لسيف افضل اه يعني هو يكون افضل اه وعمر السعيد يبقى تغييره لو هي اه لكن في النهاية هي وجهة نظر عبدالشافي ولا فتوح اه لا عبدالشافي انا وجهة نظر المباراة دي المباراة دي مباراة الاهل وزاك مباراة خبرات بالزبط فاللي عنده خبرة اعلى اه عبدالشافي على الفكرة اللي كان بيلعب ماتش 3-1 صح؟ اه طبعا صح؟ اه 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 ومغاب عبدالشافي في ماتش اه مخد ضربة من وليد سليمان اه ملعبش نهاية افريقيا اه 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 كان غاب قاعد فترة 7-8 شهور اه طبعا يعني انت شاف ان الماتش ده محتاج خبرة محتاج العناصر الخبرة تفرق عن اللعبة السهورة وده لا يقلل من اه طبعا اه لكن لكن عبدالشافي خبرته و و و و يعني طريقة اداءه في القمة لا هيكون افيد انا شايف انه هيكون افيد كتير طيب كلام طلع كتير فترة اللي فاتت عن جلسة اه جمعت اخه اشرف بن شرقي ومحامي اشرف بن شرقي على فكرة ان هو هيجدد ولا مش هيجدد الدنيا راحل فيه مع اشرف هل فيه يعني فيه فيه بريقة امل او تغيير في المفاوضات ولا لا هو موضوع اشرف بن شرقي طبعا طول وبيخ والناس كلها زه تبخلين على يناير خلاص و وصلنا المرحلة يعني صعبة قوي لكن انا يعني بأؤكد للناس ان الموضوع اقترب واخترب جدا اقترب بشكل كبير يعني فعلا اه مسافات كتير اتقطعت واعتقد ان يعني وصلنا المرحلة ان العقود بتتكتب يعني خلاص فعلا الدنيا عربت قوي ان شاء الله اه ان شاء الله يعني ممكن بعد عودته من المغرب مطشن ممكن جدا ممكن جدا يعني مثلا يعني هو باقي حاجات بسيطة على نهاية شهر 11 مثلا غالبا غالبا يعني مش هيبقى اكتر من كده اه لكن اخترب جدا اشرف بن شاره واعتقد ان كارتيرون تدخل في الموضوع ويعني فعلا كارتيرون كان ليه دور يعني اه طبع كان ليه دور اه لعب دور كبير ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو انتخابات الزمك أنا شايف إنها مهمة جداً لابد إن يكون في انتخابات ناد الزمك عشان يستقر لابد ما يعني أنا مش عايز لابد دي أنا عايز أقولك فيه انتخابات فيه انتخابات فيه انتخابات مؤكد إمتى بقى مؤكد يعني فأقرب فرصة أعتقد هيتم يعني هو لو اللجنة دي خلصت الفرز العضويات على طول هيتم لسه لغدنا أتي ما خلصتش أعتقد إن على الأسبوع الجاي ممكن تخلص يعني ممكن لسبوع الجاي يتم فتح باب الترشيح والله انتخاذنا زيباك اعتقد هتكون في اخر 12 يعني يعني قبل السنة الجديدة هيكون في مجلس منتخبين قبل السنة الجديدة هيكون في مجلس جديد راهق في الجلسة اللي عملها اللجنة الموقعة مع العيبة قبل التمرين الاخير كانت جلسة مهمة جدا وكان مهمة جدا ان حصل نوع من اللغط في الفترة الاخيرة واللعبة زهنها تشتت في تغييرات ما فيش تغييرات الكلام المنتشر فبالتالي وضع طبيعي ان اللجنة لازمك تيجي وتقعد مع اللعيبة وتضمنهم وتقول لهم الامور مستقرة والامور مستتبة وان احنا موجودين معاكم وكمان اديتهم دفعة معنوية وعادتهم ببعض الامور يعني اللي هي خاصة بالمباراة وان شاء الله يكسبوا المباراة والامور تستمر على اكمل وجه طيب توقعاتك بقى اللي ماتش بكرة وانت راجل يعني معروف عنك لا هو انا توقعاتي الشخصية ان الزمكة يكسب تلاتة واحد وتلاتة واحد ديه كلمة سر دايما عند الزمالك فاعتقد انه المباراة هتخرج تلاتة واحد لمصلحة نادي الزمالك والزمالك قادر على ده عنده لعيبة قادرة تحسن ده النهاردة انت عندك احسن لعب في الدوري على الاطلاق حتى الان غيرت في الثلاث جاونات دولة زيزوا صح فانت عندك افضل لعيبة وعمر السعيد كمان عمر السعيد حاجة يعني هيلة راس حربة زي ما بيقول الكتاب بالزبط يعني عامل شغل بصراحة كويس جدا فانت عندك لعيبة قادر على الحسم المباراة في اي وقت في اي وقت يقدروا ان شاء الله يحسم المباراة يعني اسرار عزيمة في الملعب اداء قوي ان شاء الله التركيز يعني ان شاء الله لزمك يكسب المبارا احساسك بجد والله تلاتة واحد لزم ده احساسك تلاتة واحد مين اللي هجيب اللي جوان زيزو بن شارقي وعمر السعيد ده احساسك ده انا اعزمك على عشاء طيب على المهم شرفتنا ونورتنا يا سيد عمر شكرا كابتش ومش عايزين نرغي كتير ولا نتكلم كتير عشان برضو الحالة اللي جاية كلنا نكون ان شاء الله مبسوطين وشهده بالنتيجة بازن واحد احد ويكون معايا بعد شوية كابت فروج عفر بقى خمسين سنة على وجوده داخل نادي زمالك فارو جعفر تقيم مجبيرة ملك النص بالضبط ملك النص واللي ما شافش كابت فاروه جعفر كلاعب فاته كتير جدا يعني واحد من افضل ازا ما كانش افضل لعب خط وسط جي في تاريخ مصر فان شاء الله بازن الله نحتفل بيه النهاردة على مرور اكتر من خمسين سنة على تواجده ولعبه اول مباراة مع نادي زمالك في الفريق الاول اكتر من خمسين سنة وده ما بيتكررش كتير طبعا طبعا سيد عمر نورتين وشرفتين شكرا لك يا كابتين شكرا استاذ عمر الدرديري نطلع لفاصل وسابل بعدها الكابتن الكبير كابتن فاروء جعفر يلا بينا لا صوت يعلو فوق صوت لقاء القمة المرتقب الذي يجمع قطبي الكرة المصرية الزمالك والاهلي مساء غد الجمعة على ملعب القاهرة الدولي بمنافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري الممتاز بالموسم الجاري وبالعودة واحد واربعين عاما للوراء شهد شهر نوفمبر من عام الف وتسعمائة وثمانين على انتصار مدوي للزمالك على حساب الاهلي في قمة الدوري موسم الف وتسعمائة وثمانين الف وتسعمائة وواحد وثمانين واستطاع الفارس الأبيض التفوق في القمة والانتصار بهدفين نظيفين على نظيره الأحمر حيث نجح كل من أحمد عبد الحليم وعبد الرحيم محمد من تسجيل هدفي الفوز للقلع البيضاء من شوط المباراة الأول ومثل الزمالك في تلك المباراة التاريخية كل من عادل المأمور ومحمد صلاح وإبراهيم يوسف ومحمود سعد وجمال عبد الله وسعيد الجدي وفاروق جعفر ومحمود الخواجة ونصر إبراهيم وأحمد عبد الحليم وعبد الرحيم محمد الزمالك يسعى لتحقيق انتصار جديد على الأهلي في قمة نوفمبر والتغريد بصدارة جدول ترتيب الدوري مبكرا واستمرار رحلة الدفاع عن درع المسابقة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة